ماذا طبيعية تستخرج من جوف الأرض تحرك العالم وأساس الاقتصاد العالمي النفط هو الذهب الأسود الذي تقاتلت عليه الشعوب يعد أقوى مصدر للطاقة يحرك العالم يعتمد عليه منذ منتصف القرن التاسع عشر بسبب اندلاع الثورة الصناعية محركة لاحتراق الداخلي ولكن الثورة الصناعية الرابعة لن تجعل من مادة ملوثة للبيئة أي وجود وجعلت من البيانات نفط للمستقبل تعال اليوم أعرفك على البيانات نفط المستقبل ما هي البيانات؟ البيانات هي مجموعة من الكلمات والحروف والأرقام وحتى الرموز مثلا معلومات الموظفين الأرقام والأسماء والأعمار والمهن والكثير وبتكون بصورة غير مرتبة أو لسا ما تمت معالجتها وبعد ما يهتم معالجتها أو ترتيبها بيصير اسمها المعلومات ما هو علم البيانات؟ علم البيانات هو تخصص تغلب عليه تداخل التخصصات هو تخصص يعتمد على الإحصاء والأساليب العلمية والخوارزميات لاستخراج الأفكار والمعلومات من البيانات علم البيانات يعتمد على تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي من أجل التنبؤ بأمور ستحدث في المستقبل بالسابق كان علماء البيانات هم الإحصائيين وبالمناسبة علماء البيانات مش العالم يعني مو عالم زي أينيشتاين عالم البيانات هو شخص درس علم البيانات ممكن ياخد دبلوم بس ويصير اسمه عالم بيانات لقبوه عالم بيانات مو أنه يكون عالم فعلياً ولكن أن هذا التخصص والأمور اللي بيسوها بتكون شبيهة بالأعمال اللي بيسوها العلماء الفعليين المهم الإحصائيين بالسابق كانوا هم علماء البيانات الإحصائيين بالسابق كانوا يعطونا تنبؤات أقل بكثير دقتها من اللي بيعطونا هي دحين علماء البيانات لأن التكنولوجيا أقوى بكثير وهذه العلوم اللي بتعتمد عليها علم البيانات مثل تعلم الآلة، الذكاء الاصطناعي، التعليم العميق والأمور هذه بتخلي أساساً التنبؤات أقوى بكثير وللأسف نحن كبشر أصلاً تنبؤاتنا وقراراتنا دائماً بتكون نسبة أنها تكون خطأ كبير جداً ولكن الآلة اللي بتعتمد على تعلم الآلة وذكاء اصطناعي أساساً هو جهاز بيعتمد فقط على البيانات اللي اعطته هي فبيعطيك تنبؤات دقتها أعلى من البشر بكثير في عام 2012 لقبت مجلة بيزنس هارفود ريفيو علم البيانات بأنها الوظيفة الأكثر إثارة في القرن الحادي والعشرين بعد هذا اللقب صارت عبارة علم البيانات منتشرة وفي مواد وتخصصات تغيرت أسماءها وصارت بأسماء معخوذة من علم البيانات مثل تحليل الأعمال وذكاء الأعمال والتحليل التنبؤي هانز روزلينج يقول أصبح الإحصاء الآن أكثر الموضوعات المحيطة بنا إثارة وهو يقصد أن علم البيانات جعل الإحصاء مثير أكثر إيش هنستفيد من البيانات؟ البيانات هنستفيد منها حاجات كثير البيانات هتساعدنا أن نتطور وكمان هتساعدنا أن نحل المشكلات وكمان هتساعدنا أن نتخذ القرارات مثلا في الطب البيانات اللي بيقدروا يجمعوها بشكل كثير جدا عن أي مرض بيقدروا يعرفوا كيف يكافحوا قبل ما ينتشر مثلا الأزمة اللي إحنا فيها زي ما أنتم معارفين حق الفيروس ده إذا كان فيه بيانات كثيرة جدا مجمعة عنه وإش هو وكيف ومن وين جاء بمعنى البيانات بتجمع حاجات مرة كثيرة فلو كان عندهم المجموعة البيانات الكافي كانوا هيقدروا يعرفوا كيف يحصروه يخلوه ما ينتشر وهذا الشيء قاعدين يصابوه في أمراض ثانية في الدول ثانية وهذا الشيء هيكون مفيد جدا من ناحية ثانية الهواتف الهواتف الذكية كلنا نعرف أنها بتراقبنا وتتجسس علينا وكل شيء طبعا فيه تطبيقات صحية هذا الشيء البيانات اللي بتجمع هذه التطبيقات بتقدر تتنبأ أننا حنمرض قبل ما أنك تمرض وقبل ما أنك يكون أصلا فيك المرض بيتنبؤ وأنه لسه أنت بعد أكثر من سنة ممكن يجيك المرض هذا فتبدأ من بداية يعني إحنا ما هنقدر نقول أصلا علاج لأنه أنت أصلا ما امرضت ولا كنت هتمرض لكن التنبؤ أنه أنت إذا استمرت على هذه الوتيرة هتمرض فمثلا الجوال يقدر يعرف المشي مثلا حركة المشي مسافة الخطوة سرعتك النزول والطلوع وهذه الأمور فمن خلال تحليل هذه البيانات يقدروا يعرفوا إذا كان هيجيك مرض فمن البداية بنبهوك ومن البداية ما عدها تمرض ولا أي شيء من ناحية ثانية الحالة النفسية مثلا استخدامنا للسوشيل ميديا استخدامنا نفس الجهاز فجميع البيانات هذه واستخدامها في الطب بتبين لهم إذا كان عندنا أصلا حالة نفسية أو اكتئاب أو من هذه الأمور عشان ينبهوك وتروح تتعالج بالنسبة للبيزنس هينبههم على حاجات كثير هيقدروا يعرفوا أنه مثلا هذا الشيء اللي بنباع أكثر شيء هذا المنتج الأعمار اللي بتشتري هذا المنتج وزي كده هيقدروا يعرفوا بيانات كثير عن المنتجات والناس اللي تشتريها وكم أعمارها ومتى ومن فين وكيف وليش وأمور كثيرة كل الأسئلة اللي فراسك البيانات المفروضة تجاوب عليها بعد كده الإدارة العليا بتتتخذ أقوى القرارات وبدو نتكلم عن التجارة الإلكترونية لما تدخل متجر إلكتروني بتظهر لك منتجات المفروض أن البيانات تظهر لك المنتجات اللي أنت دايما بتبحث عنها أو أنت تبغاها بحسب رغبتك بتترتب الصفحة الأولى والأمور اللي عشان يظهر لك الأشياء اللي أنت تبغاها أو محتاجة أو دايما أنت بتبحث عنها أيضا نتكلم عن الإعلانات الإعلانات اللي على الإنترنت أصلا صار اسمها الإعلانات المستهدفة هذه الإعلانات أصلا هي بياناتها تجمعت عنك وبعد أن تتوجهها لك إعلانات بحسب الأشياء اللي أنت كنت تبحث عنها أو تحبها فهي بتعتمد عن جمع البيانات وهذه الأشياء كلها البيانات دائما بتتجمع بعدين بتعتمد على تعلم الآلة والذكاء الصناعي وهذه الأمور والأنظمة هذه وبعدين بيصير عندنا التوجيه للإعلانات أو أي شيء البيانات دائما بتبدأ بيانات بعدين ذكاء الصناعي بعدين بيحققوا الشيء اللي يبقوا مثلا في الإعلانات تتجمع عليك لتتجمع بياناتك وبعدين بتتعالج وبتمر إلى أنظمة الذكاء الصناعي وبتوجه عليك الإعلانات كمان نتكلم في حالة ثانية مثلا الجريمة تخيل أن في أحد الولايات الأمريكية يتم مكافحة الجريمة قبل ما تصير أصلا قبل ما تصير في جريمة يكافحوها ممكن تحسب هذا الشيء من الخيال لكن هذا حقيقي وموجود فعلا هذا الشيء بيصير وبيكافح الجريمة قبل ما تصير وهذا الشيء بحسب البيانات جمعوا بيانات من سنين عن نفس الولايات هذه وصار أنظمة التنبؤ تنبئهم أن هذا المكان ممكن تصير فيه جريمة هذه الساعة ممكن تصير فيها جريمة فالشرطة على الأطول تروح لهذه الأماكن أو تكون موجودة في هذه الأوقات عشان يكافحوا الجريمة وبالفعل قبل نسبة الجريمة تقريبا 30% لاحظ أن هذه التنبؤات جدا عالية أو هذه التنبؤات نحن نقول مش علم غيب تنبؤات عشان كده فيه كثير أغلاص أوقات التنبؤات بتوصل 97% وبيكون خطأ 98% وبتكون خاطئة ولكن قلت نسبة الجريمة 30% وهذا يعتبر شيء جدا ممتاز باختصار البيانات هي بيانات بتجمعها وبعدين هذه البيانات بتساعدنا أن نتخذ قرار أو إجراء بشكل استباقي عشان كده البيانات بتحركنا صاد تحركنا نفس فكرة البترول البترول بيكبوه في السيارة بيوصل لنا المكينة إلى مكان اسمه غرفة الاحتراق بيولع هناك السيارة بتتحرك نحن البيانات نفس الشيء عشان كده سموها نفطة المستقبل لما بتوصلنا لنا البيانات وبنعرف كيف نحللها ونتعامل معها بتخلينا نتحرك عشان كده سموه نفطة المستقبل إيش هي المهام الأساسية لعالم البيانات المهام الأساسية هي التنبؤ بالمستقبل هذه أهم شي عنده أصلا هذا هو شغله مثلا في الشركات عالم البيانات لازم أنه يجمع بيانات ومن هذه البيانات يتنبأ بالمستقبل مثلا في الشركة هيتنبأ بالأرباح اللي في الأشهر القادمة وبرضه هيتنبأ بحجم زيادة العملاء كم قاعدة العملاء اللي بتزيد عندهم في كل شهر وبرضه كمان علم البيانات في حاجة وصل لها كانوا الإحصائيين ما يقدروا عليها علم البيانات يقدر يكتشف العلاقات بين البيانات العلاقات بين البيانات الإحصائيين كانوا مستحيل يعرفوها لكن هنا في علم البيانات عشانه يستخدم تكنولوجيا وتحلمه الآلة صار يقدر فمهامه الأساسية أصلا أنه يتنبأ بالمستقبل هم يحطوا الهدف ويعطوا البيانات وهو يحللها ويتنبأ لهم بالمستقبل أي شيء كان وفي البداية أول ما يبدأ في شغله أول شيء أول شيء يعطوه بيانات أو هو يجيبها حتى هم ما يعطوه هو يروح ينقب ينقب عن البيانات ويجيب بيانات كثير بيانات ضخمة يجمع كثير بيانات ضخمة هذه أول خطوة ثاني خطوة يحلل البيانات قبل ما يحللها أول شيء ينظفها يخرج المعلومات الخاطئة ويخرج المعلومات الأصلا خربانة وبعدين يحللها ينظمها يرتبها وبعدين يستخرج منها معلومات وأفكار وتنبؤات تفيدهم في المستقبل بعدين ما يوصل لهذه المرحلة ويطلع التنبؤات يروح يعطيها للإدارة العليا وهما يتخذوا القرار وفي علم البيانات أو في هذا المجال ككل أصلا اللي أعرف أنا بحسب معلومات الشخصية أنه أقوى تخصصين اللي هو علم البيانات وتحليل البيانات علم البيانات وهو التخصص اللي بيكون يهتم بالتنبؤات علشان ياخدوا قرارات في المستقبل تحليل البيانات هو التخصص اللي بيجمع بيانات علشان يعطي تنبؤات عشان ياخدوا قرارات في الوقت الحالي يعني اليوم علم البيانات قرارات للمستقبل تحليل البيانات قرارات لليوم وهذول التخصصين أصلا مطلوبين في أي مكان مطلوبين جدا جدا وهذه التخصصين أصلا رواتبهم بتكون عالية جدا التخصصين دولا مرة قويين ومربحين وحتى ذي حين مطلوبين في كل مكان هذا الكلام بحسب الإحصاءات وبحسب تنبؤات المستقبل جمع المعلومات للشركات مفيد جدا عشان كذا في مصطلح بيك ديتا البيانات الضخمة لما تكون البيانات ضخمة جدا هتقدر الشركات تتخذ قرارات تقترب دقتها من 97% القرار مبني على بيانات ضخمة تؤكد تكرار أو حدث شيء في وقت معين وكيف صاروا ليش وكل الأسئلة مثلا لو كنت تستخدم متصفح جوجل أو أي منصة تواصل اجتماعي وكنت تبحث عن شيء معين هتلاحظ أن المنصة صارت تستهدفك بإعلانات أو محتوى أنت تحبه أو تبحث عنه وهذا مبني على البيانات ويعمل بالذكاء الاصطناعي مثلا تيك توك لو تعطي مقطع لايك تشوف كثير يشبهه أيضا الشركات تستخدم بياناتنا لتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل كبير وتجمع الشركات بيانات عنها كثير جدا لدرجة أنهم يقدر يعرفوا أنك متزوج أو لا وإذا كنت مريض ومتى دوامك وين تروح إيش تحب وكيف شخصيتك بيانات كثير حتى الحكومة ما تعرف عنك مثلهم وطبعا في بيانات مفروض ما يجمعوها عنها ولكن الشركات تنتهك خصوصية المستخدمين بشكل واضح وصريح ومنذ أعوام وما في أحد يقدر يوقفهم حتى يكون في قوانين دولية قوية كل شيء يسوي على الإنترنت من أصغر ضغطة زر وحتى أعقد الأمور يعتبر بيانات حجم البيانات في عام 2020 تقريبا 40 ألف زيتا بايت الزيتا بايت الواحد ألف مليار مليار يعني 21 صفر وشايف هذه الخدمات اللي بتحسبوها مجانية مثل فيسبوك كل منصات التواصل الاجتماعي وأغلب التطبيقات اللي بتشوفها مجانية وحتى المدفوعة كمان كل شيء على الإنترنت مدفوع أو مجاني حتى خرائط جوجل هذه نحنا بنشوفها تطبيقات مجانية والأمور تمام وماشاء الله تبارك الله وهم بيكسبوا من الإعلانات وإحنا مستخدمين بس كده هذا كلام غلط إحنا هذه التطبيقات لا هي مجانية ولا شيء إحنا بندفع لهم خصوصيتنا البيانات يا صديقي بالمليار يدفع فيها مئات الملايين الشركات يدفع مئات الملايين علشان يحصلوا على بيانات المستخدمين فأنت بتدفع بياناتك هذه البيانات هي بدل الكاش بدل الفلوس فلا خصوصية على الإنترنت بكل اختصار في النهاية أقول لك إذا أنت حاب تدخل في تخصص علم البيانات أو تحليل البيانات فهذه التخصصات جدا قوية ومطلوبة وحلوة صراحة هتتعلم في البداية أساسيات الرياضيات أساسيات الجبر أساسيات تفاضل وتكامل أساسيات إحصاء هتتعلم لغات برمجية مثل لغة بايثون لغة بايثون هي أسهل لغة برمجية وجدا ممتعة ومسلية وتعتبر رابع أقوى لغة برمجية في العالم وشوية شوية هتصير أقوى هي دي حين أقوى رابع لغة شوية شوية هتصير أقوى لغة برمجية أصلا وكما هتتعلم لغة R إذا أحتجت لغة R يمكن كمان ما تتعلمها أصلا لأن البيثون بتعطيك كل شيء بدل لغة R كمان تعلم حاجات ثانية تحليل البيانات التنقيب عن البيانات زمان كانت الناس تنقب عن النفط يحفروا في الأرض ويجيبوا معداتهم مدريش انت هتنقب وتبحث عن بيانات وفي تحليل بيانات وبرضه هتتعلم اللي هي من الأمور حق الذكاء الاصطناعي تعلم الآلة تعليم العميق وشوية الذكاء الاصطناعي من هذه الأمور تعلم حاجات مرة حلوة تخصص قوي وجدا مميز إذا حق تخش هذا التخصص لازم أنك تبحث أكثر بكثير إلا لما تشوف نفسك اقتنعت وشوف جربت نفسك هل أنت إن شاء الله بتكمل فيه فهذا اختيار جدا ممتاز ولو مستقبل جدا قوي عطينا رايك في نفط المستقبل اشترك معنا في القناة لو عجبك الفيديو وعطينا لايك ترى هذا ضغط الزر أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر